يسعد صباحك جميعا نصحتنا لهذا اليوم التيرفي من الناس بتناولوا اللبن واللمون على اساس انه يساعد في حرق الدهون طبعا هذا المعلومة صحيحة اللبن عشان بيحتوي على البروتين البروتين يعتبر من حوارق الدهون ولكن بامكاننا استبدال اللمون بالخل الطبيعي هو الافضل في حرق اللمون وليس اللمون وان كان اللمون مقاول لجهاز المناعة فالوصفة بتقول بنجيب كأس من اللبن وبنضع عليه ملعقة من الخل وبنقطع عليه خيارة مع نعنع وبنحرقهم كويس ونحطهم بالتلاجن لمدة نص ساعة ونتناولهم ويريت يكونوا على وجبة العشاء او قبل النوم رح يساعدوا كتير في عملية الحرق اثناء النوم